دي الحكايات ودي المعلومات ودي الأخبار أنا كنت أخد إجازة الشهر اللي فات ده كله وماشاء الله إحنا عايشين في القصة دي بقى أنا تقريبا شهر يعني وكل يوم بسأل نفسي السؤال واحد أو حد هو إحنا لحد إمتى هنعيش في العبث الإداري ده لحد إمتى أنا بعمري كله بوقت عمري كله أو على الأقل بوقت استعابي للكورة والأحداث الرياضية بشوف اللي شبه ده كتير لحد إمتى يا جماعة وهنا بقى بصراحة أنا بكلم بتحدي كورة ربطة أندية كل ما هو مختص بإدارة الكورة من فوق لحد إمتى مش هيبقى عندنا لوائح واضحة لحد إمتى مش هيبقى عندنا قوانين واضحة يا جماعة أنا لو نزلت بكرة الشارع وجيت روح تسرقت محفظة من جيب واحد موجود في القرون المصري لو سرقت واحد هيحصل لك عقوبة كذا من كذا لكذا واضحة وصريحة ومفهومة فأنا هبقى فاهم لما هسرق هيحصل لكذا صح؟ تلقائيا عقوبة هاخدها كده كده لازم إحنا هنا عندنا في الكورة في مصر حرفيا يعني الجملة أنا عايف لك لشهاية سمك لبن طمرهندي لشهاية أنا عارف بس هي هي حقيقة كده يعني إيه؟ يعني دلوقتي تقعد مع واحد من جمعيين نادي الزمالك يقول لك لأ إحنا مظلومين ومكهورين حبيبي تقعد مع واحد من مشجع النادي الأهلي لأ إحنا مظلومين ومكهورين حبيبي تقعد مع إدارات الأندية أو تتكلم مع حد فيهم لا إحنا اللي مظلومين هنا أو هنا طيب العامل العبث ده إيه؟ إنه ما فيش حاجة واضحة بمعنى أصح دلوقتي كهرباء مثلا هو دي الكيس هو دي القضية يعني كهرباء راح الهتفات مع جمهير نادي أنا وأنا إعلامي المفروض يعني هبقى عارف واطلع لحضراتكم بعد المطش على طول بعد الوقع على طول أقول لكم كهرباء عشان عمل الوقع دي هيحصل له واحد اتنين تلاتة اربعة من المباراة اللي جاية على طول تلقائيا ما موجودة في اللايحة اللي هيتجاوز مع جميلة ويتجاوز حق نادي يحصل له كذا 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 ده موجود في اللوايح؟ لا طب العقوبات اللي هي بتاعت ستة ولا سبعة ولا تمانية ولا اتناشة ولا عشرة موجود بشكل واضح ما عسل حدا هي رحمة طلع الورقة يقول لي قال في ورقة هي من ست سنين احنا كنا عاملينها فين بقى؟ فين؟ لنادي بيعرف ولا إعلامين بيعرفوا ولا مشجعين بيعرفوا وكل قضية وليها عقوبة نفس القضية نفس القضية ده بيهاجم وده بيهاجم ده بيكسر وده بيكسر ده بيشتم وده بيشتم هتلاقي عقوبة هنا مختلفة عن العقوبة دي ازاي؟ أنا مش قاد يعني بصراحة وأنا بقعد مع زميلي في الاعداد زميلي الصحفيين زميلي من المشجعين زميلي اي حد ونقعد نتناقش مش عارف امسك مين اللي غلطان والله بكلمك مش عشان امسك العصاية من النص والله ما قادر افهم يعني مثلا عشان برضه اشبه لك اكتر لو كهربا ملعبش مباراة السوبر هيطلع عن نادي الاهلي يقول لك والله يا لجنة التظلمات دي مش قانونة عشان ما فيش لجنة ومش عارف ايه اللي عمله النادي الاهلي النهاردة في في محكمة القضايا الادارية طيب هيقول لك طب ليه العقوبة دي ما تنفذتش من بدري ليسا نيطول لحد ماتش السوبر وتلاقي ايه الاهلي اداك دفوع منطقية تروح عند نادي الزمالك يقول لك يا سلام هي العقوبة عشان اتحاملت قبل ماتش السوبر هتوقف وتنفذها لحد ما يلعب ماتش السوبر وبعد كده تنفذوها وعشان ماتش بتاعنا وعشان ماتش الزباية هتلاقي كلامه يبدو هو كمان منطق طيب لو في حاجة واضحة بقى لو في حاجة واضحة يعني مثلا لا احد دي احد كنت اقول لك لا احد المسابقات انا والله معرف المسابقات بص اللي جان عندك مسابقات ولجنة حكام ايه كل ده ايه كل ده لو بتيجي دساء اتحاد الكورة يقول لك ايه لا مانش دعوة في لجان هي بقى اللي تتكلم مانش دعوة يا فنم حراك انت اللي فوق اللجان حراك انت اللي جبت انت اللي عمل اللجان بديه كلها يعني ايه ملكش دعوة يعني هحكلم مين طب ومين اللي بيحط اللوايح ومين بيحط القوانين ومين 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 ليه هنفضل طول حياتنا تايهين كده ودايما انت عليك لوم اللو احنا اللوما اللي بشتاولوا في الاعلان هو انت ليه ما قلتش انه الزمالك مظلوم انت ليه ما قلتش ان الاهل مظلوم والله ما عايز يعني انا مش جاي النهاردة اقول ايه اه او انا اللي هبقى الراجل القاضي انا مش القاضي اصلا يعني لو قلت الزمالك مظلوم مش الزمال كده هياخد حقه لو قلت لقالي مظلوم كده مش لقالي هياخد حقه انا عايز القانون واللواقع هي اللي تدي حق كل واحد هو ده صعب يا جماعة انتم متخيلين اكتر من 50 سنة انا متأكد لو حراك روح تجيبت الجرائد من 50 سنة هتلاقي مشاكل زي دي متأكد مليار في المية طب نتعلم بقى ارجوكم يعني ماشي ان شاء الله مباراة الاهل والزمالك تتلعب يعني ان شاء الله باذن الله يعني